طيب سنة من ابن عائش الحمد لله طيب كتاب بحار الأنوار جزء 43 صفحة 42 طيب حلو عن ثماني بس الباقر والصادق أن كان النبي لا ينام حتى يقبل عرض وجه فاطمة ويضع وجهه بين ثديي فاطمة ويدعو له أليس هذا إساءة النبي صلى الله عليه وسلم طيب سؤال جيد أولا يجب قبل أن نرد على هذا السؤال يجب أن نخرج يجب أن نخرج النبي عليه الصلاة والسلام وندخل النبي اسمعني طيب اسمعني أخي كريم اسمعني يبقى معي على الخط اسمعني منه خلص أطرح أشكالك جيد أولا قبل أن نرد على هذا السؤال يجب أن نخرج النبي عليه الصلاة والسلام ونطلعه يعني هذا الموجود فيه صحيح البخارة ومسلم اللي يكسل ويتغوط أمام الصحابة وما عنده غيرة على عرضه يدخل البر والفاجر هذا انطلعه النبي عليه الصلاة والسلام والآن نتكلم عن ساحة القداسة العظمى خالق الكون بأمر ربه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أول ما خلق الله نوره وخلق من نوره نور فاطمة فحينما نتكلم عن هذا الشخص أو هذا النور فنحن نقول أن في عالمهم يختلف عن عالمنا ما معنى عالمهم يختلف عن عالمنا ما معنى عالمهم يختلف عن عالمنا أي عالم الأجساد نحن عندنا الشيعة مثلا أن النبي وأهل بيته ما عندهم أي نجاسة أنتم تعرفون هذا الشيء نحن نقول بهذا القول طيب راح تقول لي شلون ما عندهم أي نجاسة هم مبشر أقول لك لا مبشر أنوار بهيئة بشر أنوار أمرهم الله أن يأكلوا ويشربوا ويتزوجوا لكن حتى بهذا عندهم حدود لأن هيئاتهم ذواتهم تختلف عن هيئاتنا وذواتنا هذا الشيء لازم نعرفه ففاطمة من نوري محمد فتقبيله لها في عالمهم هم الخاص اللي مثل أنا ضرب لك مثال حتى خاف تحب الآن تخرط مو أنت هذا أقول الآن مو واحد يسمعني يخرط يقول أمير القريشي أشي يقول وش بالكلام هذا فأحب الآن بس أرده شوي أضحك عليه مثل ما أنتم تقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام تشريعه وأحكامه تختلف يتزوج تسعة ويقول للناس يتزوجون أربعة ليش هذا الظلم أفرها عليكم كيفكم أختلف عليكم ما عندي أي مشكلة طورا أختلف عليكم فأنتم من تقولون أحكامه تختلف معنى عزلتوا عن واقعنا من يتزوج تسعة مدري دعش وإنتم تقولون بس أربعة هذا معنى عزلتوا فإحنا من ننعزله هم إنا الحق على الأقل إحنا أحسن منكم نحفظ ذهبته وكرامته ما نخليه يتغوه طمام الصحابة فهذا بس يعني حاب تخاف واحد الآن يفكر أنه يريد يضحك خاف فمن هسا أكتع الضحك عليه سوى عنده حالة نفسية فعندنا عالمهم يختلف عن عالمنا أحكامهم تختلف عن أحكامنا فالنبي حينما يقبل فاطمة في عالمهم يختلف جيد هذا أولا ثانيا العرب مو أنتم المشكلة مو عرب إيها المشكلة الله يذكر بالخير الأفغاني والشيشاني هوش يشتغل مثل الأسود بن يزيد النخي العرب كانوا يقولون إن فلان ابن فلان قبل ما بين عين فلان ابن فلان قبل ما بين عينيه ما معنى قبل ما بين عينيه وين يقبله وين يبوسه بعد أنتم تعرفون صلى الله عليه وسلم أحكام البوس كلها عندكم عائشة لعبة لعب علمت الموحدين شلون يبوسون لأن حتى بوس ما كانوا يعرفون للأنصاف فكانوا يسألوها هذا علقمه وشريح يسألوها عن القبلة يقولوا لها شون نبوس الزوجنا وزوجاتنا منتظراتنا ما نعرف ش نسوي له فهي علمتها شلون يباشر وشون يبوس فحينما يقال أن فلان ابن فلان قبل ما بين عينيه وين قبل ما بين عينيه وين إن قلت هنا فأنت الشيشان والأفغاني ما مقصر لازم تروح تبحث عنه إذن قلت هنا هاي هاي عين هاي عين قبل ما بين عينيه إن قلت قبل ما بين عينيه بلغة العرب هنا الجبهة كذلك حينما يقال إن النبي قبل ما بين ثدييها يعني مو هنا يعني هنا والأب إذا قبل بنته في هذا المكان هذا بيعندكم شي هذا فضلا عن أنهم معالمهم يختلف عن عالمنا إنتم هاي عندكم بيها شي إذا هاي عندكم بيها شي في فيام ناس قبلت ناس بيت عائشة مو بس تقبيل وصلت لمرحلة أجنبه قعدوا يفركون قبل ما بين عينيه أي قبل جبهته قبل ما بين ثدييها أي قبل نحرها أي قولون بالعرب قبل ما بين يكفي إنهم معالمهم يختلف عن عالمنا هذا يكفي لأنهم في عالم الأنوار ترجمة نانسي قنقر